الكورونا الطلع عليها ميزة أو ميزات عديدة جداً و39 طلع عليها فايدة كبيرة جداً لكل ست وكل راجل وكل طفل وكل شيخ الكورونا طلع عليها ميزات كتير قوي نعم؟ بتقولي ايه؟ اقول لكم انا بقاد بقولاي؟ خياني بتدي كده من السغير للأكبر 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 الست اللي بتتفرج علييا دلوقتي ايه بقى ميزة وcورونا بالنسبالك يا حبيبتي؟ اقولك انا ايه؟ ميزة فيروس الكورونا بالنسبالك أولاً كنت يبتشتكي شاكوة عظيمة كتيرة رهيبة جداً ليا والإصحابك والمامتك والأختك والجرينك إن جوزك ما بيقعد لكيش في البيت على طول بيقعد على القهوة أو بيقعد على بلاي ستيشن أو بيرح لمامتك كتير أو أنت مش عارفة قد تسيره وتكلميه ما يردش عليكي أعدلك حبيب قلبي أعدلك أعدلك بقى ده بتاعك ملكك دلوقتي خلاص؟ واحد اتنين جوزي خين جوزي بيخوني مش عارفة أعمل إيه مش عارفة إيه متجوز علي أنا شك فيه بيعرف ستات علي مش هيعرف مش عارف يخوني حبيبي قاعد فيروس كورونا بعون الله قاعدوا في البيت فلا في خيانة ولا زوجة تانية وزبنا دلوقتي بتفرفل وبتطلب الطلاق في رسائل كارثة قومية كارثة يا ماما خلاص عطل هنا عطل هيعمل إيه؟ ده في حزر مش عارفة بقى يقول لك إيه أنا نازل رايح القهوة ستنة جيب صد ويتشات والسوبر ماركت دلوقتي بتعمل دريفل البيوت وحكا عسل 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 فطبعا لو فيه خيانات الفايروس الكورونا واقفلوا الخيانة الرجل ما بيذكرش للعيال ما يعرفش حاجة عن العيال طول النهار بره وبيشتغل 24 ساعة وكل ما تكلم معي وقول له عيالك يا حبيبي ويا جوزي وبتاعي يقول لي عمل لكو إيه وأنا حبقى بره وجوه ما هنهبقى بره واجبلوكو فلوس يا جوه واقعدلك بقى بالعيال قعدلك حبيبتي بقى إيه؟ وبقى بقى دلوقتي ممكن يذاكر للعيال عادي عادي والالنين سيستم شغاله وكله زي الفل يقعد بقى يذاكر للعيال خلاص؟ حيبتدي بقى يتعرف على العياله من قوله جديد خلاص؟ وبعدين حيبتدي يشوف اللي انتي بتعمليه بقى اللي انتي كنت بتشتكي منه وكان بيقول عليك ان انتي زنانة ونكادية وحالتك بقس وانه هو لازم يروح يجوف واحدة فرفشه حبيبتي لأ هوا دلوقتي بقى هيشوف زن العيال ماما غيريلي بابا شطفني انا عايزة ااكل عايزة بطاطس محمرة اشه هيشوف خلاص؟ كمان نوت انلي بقى تقداري بقى تطلبي منه ويشارك معاك في عمل البيت حبيبي انا ظهر هيبي وجاين هديك شايف يا بابا طول النهار ما كفية والنبي حبيبي بس قوم حمال لهم بطاطس محمرة خلاص؟ فانتي دلوقتي من خلال فيروس الكورونا تقداري تحقق كل احلامك وطموحاتك لان جوزك قاعدك في البيت انتي بقى اولا انتي زي اما انا على فكرة انا زيك هتبتدي تتعرفي على ولادك بشكل مختلف تماما هتعملي باندين كده معاهم يعني اذا كنت انتي فاكرة او فاهمة ان انتي عارفة اسامي صحابهم والافلام اللي بيحبوا يتفرجوا عليها والدنيا ماشية ازاي؟ ابسلوت لي يا ماما خالص هتكتشفي عالم جديد مع ولادك وحتكتشفي ولادك من اول وجديد طيب بالنسبة بقى الجوزك جوزو يا اسماعيل بي جوزو يا اسماعيل بي دي حاجة مهمة جدا ليه؟ لان فيه فقرة بقى الولاد بتتهدي فيها وتنام هنا بقى فيه بقى وقتل الدلع والها وكده بقى جدا وهنا بقى هو مضطر هو مضطر يقابل كل اللي انتي هتعمليه بابتسامة ده فيروس وحذر يعني نوت قولي بقى اونسو خلاص انتي بقى كمان هتعرفي تماميه بوندنج مع جوزك يعني هتعرفي بقى ايه؟ يعني احتمال لو متجوز عليك يحكيني كنو متجوز عليك عشان دب يعني انه هيتقق يا حبيبي من جنابه فمعندوش عمد يكلمه غيرك فانتي هنا بقى ايه؟ اللي انتي ما كنتيش عارفها عن جوزك هتعرفي تعرفي عن جوزك بصي بقى ميزايات فيروس الكورونا وعند البيت تتأمر ازاي؟ طيب نوت قولي بقى بتقول احنا دلوقتي كل دول العالم قالين انه ست الأم المتزوجة تقعد في البيت وتاخد المراتة هلأس؟ فحضريتك دلوقتي بقى قاعدة في البيت مسكات زبادية على عسل بصي درابي فراولة على وشك تحمري يخدودك عندك وقت ماما عندك وقت فده ميزايات فيروس كورونا وحزر واخيرا ترابط العيلة العيلة دي بكاتش ديها فطار الأب والأم والأطفال بيأكلوا فيه ولا الغداء ولا العشاء تهرفي تعاملي ده كمان بقى رجعنا الأيام زمان الراجل اللي كان دلوقتي بيشتكي من نضافة البيت حينبقى نضاف غصبا عننا ما عندناش option اللي كنا بنقوله إيه؟ لعه الجزم برا وكان الراجل يقولك أنا ندخل لها بطيني وقيم وش كلا ولا العيل؟ حيله الجزم برا ميزات كتير قوي تلعت لفايوس الكورونا عظيمة بالنسبة لي كنتي طبعا كست يعني دي ميزات عظيمة طبعا نسيك بقى مزان العيل وبتاعه مش عارفة إيه؟ لأن فيه زوج هنا والحامه شاركة وإحنا نطلب منه أنه هو يشاركنا لأنه هو حبيبي قهد وخلاص ما بيعملش حاجة فأنت تشارك بقى تمام؟ دي الميزات اللي هي اللي هي لا نيجي بقى للميزات الأكبر سنة اللي هو فيروس الكورونا عامل فينا إيه كبني أدمين؟ فيروس الكورونا ساوي ما بين المسلم والمسيحي واليهودي فيروس الكورونا ساوي ما بين الغني والفقير فيروس الكورونا عرف في الست أن الشنطة ولا الساعة ولا الخاتم ولا بتاعه ما بقاش ليهم أي قيمة لأنه فيه قيمة أكبر من ده وفيروس الكورونا اكيد علم الراجل كمان ان انت خلي بالك لان انت نهايتك ممكن تكون قريبة ففيروس الكورونا علمنا كده شوية قيم ومبادئ انسانية لطيفة جدا والسعي بقى كمان معاها الدائرة فيروس الكورونا مسته حول العالم او للبني قدمين في العالم التلوث نزل بنسبة 48% في الشهرين اللي فاته اول اكسيد الكربون نزل بنسبة 50% اول اكسيد الكربون وتاني اكسيد الكربون دول اللي كان لهم علاقة بارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة اللي كانت حتسيح القطب الشماني وقطب الجنوبي فيحصل ان فيه بلاد تغرأ فيحصل ان فيه بني أبنين كتير قوي يموتوا اكتر بكتير من الارقام بتاعة فيروس الكورونا كمان الساتيليت الساتيليت صور في خلال شهر ونص اهو وانا بتكلم اهو قبل اهو ساني اكسيد الكربون اهو قبل اهو ساني اكسيد الكربون بعد الساتيليت كمان صور العالم في خلال 6 اسابيع او 8 اسابيع اللي فاتت ما قبل فيروس الكورونا والمصانع تقفل والناس تقعد في البيت وما فيش عدم سيارات وما فيش ايه وما قبل وما بعد الاوزون طبعا التلوث لما بيقل فبالتالي الدرجات زي ما انتو شايفين اهو معنا على الشاشة ودي تشاينا الصين ما قبل وما بعد شايفين التلوث ما قبل وما بعد لان الصين كانت عندها حصة من التلوث 30% حول العالم وقادي الكورو زي ما احنا شايفين اهو على الشاشة فبالتالي الاسماك حتتنفس العالم بيتنفس قب الشبالي وقب الجنوبي مش هيسيحوا فما فيش بلاد حتبه ده ايه دول بلدين في الصين ما قبل التلوث وما بعد التلوث وده البايجريفي بتاعه فبالتالي الجراف سوري بتاعه فبالتالي العالم كان محتاج شايتداون العالم كان بيسوت خلاص هيطق من كتر التلوث فحصل ايه عملنا شايتداون فالتلوث هي دي والسماك حقا لما هتكله بعد كده هيبقى احسن الدنيا تبقى احسن البلاد مش هتغرق وهكذا قيمة بقى الانسانية وبعدين هنطلع بقى لاخر حاجة وهي اكبر حاجة اول ما هتطلعوا برا البيوت والناس هتقولكوا عاملين ايه مش هتعرفوا تقولوا عادي لان العادي او اليوم العادي طالها مش عادي هنعرف نستمتع ونتمتع بكل نعمة ربنا سبحانه وتعالى انعمها علينا لانه كل العادي ما بقاش عادي احنا كنا بنتنفس من غير كبامات وده مش عادي كنا بنسلم على بعض وده ما كانش عادي كنا بنعيش يومنا بالطول وبالعرض وده ما كانش عادي كنا بنأكل بأي طريقة وده ما كانش عادي كنا بنعيش حياتنا وده ما كانش عادي فطلع العادي ما كانش عادي واخيرا عشان انا بقى رغيك كتير قوي هو القرب من ربنا سبحانه وتعالى كنت دايما بننزل نجري من البيوت ونقول ما عندناش وقت نصلي الصبح ما عندناش وقت نصلي الدهر لما هنرجع هبقى صلي العصر او المغرب اصلا انا كسلت النهاردة فحصلي بكرة ربنا اداكم ساحة من الوقت ان انتو تصلوا ربنا اداكم ساحة من الوقت ان انتو تقروا قرآن ربنا عايز يسمع صوتنا واحنا بنقول لها رب يا رب احنا بنستغفرك على كل الزنوب اللي احنا عملناها فيروس الكورونا منع ناس كتير قوي كان ممكن يكون عندها نية ولا عزو بالله الزنا او الصكر او ايا كانت نوع المعصية ان ده يوف يعني فيروس الكورونا ممكن يكون حد من زنوبنا واللي كان عنده النية فالنية اصلا ويقفة هو مش هارف يعمل حاجة يا حبيبي خلاص الموضوع انتهى كمان لو ما كانش عندك انت في قلبك ان هي تتقرب من ربنا سبحانه وتعالى فانت بايت مضطر دلوقتي تتقرب من ربنا سبحانه وتعالى وترفع ايديك لفوت قوله يا رب زيح عني المرض يا رب ما شفوش في ابني او بنتي او جوزي يا رب امي بلاش يا رب ابويا بلاش وطول الوقت خل السوشيال ميديا موجودة دلوقتي عشان انت تشوف او تشوفي طول الوقت فيديوهات لناس مرضى او عينين او تعبانين او في مستشفى او ماتوا او بيموتوا باحسائيات وارقام وفيديوهات صوت وصورة عشان نتعز والمرة دي حنتعز غزبا عن بوزنا اكيد موسيقى